اهلاً أهلاً 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 ساعت الباشا ده ايه النور ده؟ ده انا صابعي هتولع من كتر الحرارة اللي في التليفون اه والله يا هواري باشا يا مرحبا بساعتك ايوة فنم ايوة مفهوم مفهوم ساعتك عندك حق ما هي الدنيا مليانة ناس اه وياما فيه ناس وحشين والبت دي بالذات البيت دي من نوع اللي يقض الإيد اللي بتتمدله وعلى رأي المسألة ساعت الباشا اتقي شر من أحسنت إليه يعوذوا بالله مخدرات مليتش غير التهمة النيلة دي مخدرات ايه؟ حد الله بيننا وبين اي قرش حرام لا 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 ده كلام انا عمر محبيت الحرام في حياتي ابدا اسأل يا ساعت الباشا وما لكش علي يا يامين اسأل اللي هو يوسري مرعي اللي كان قبل ساعتك ماسك الإدارة قوله مين السبب في تنظيف الحي كله من المخدرات هقولك إبراهيم العقاد البلاغ بتاع إبراهيم العقاد هو اللي قوم الحملة الكبيرة اللي نظفت الحي كله ما احنا عارفين يا حج ده انت والحمد لله سمعتك سبقاك سمعتك زي البرلانت لا 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 اتطمن يا حج انا هعرف اتصرف ازاي مع البنت بنت الابالسة دي واخوتها الصيعة ما يكونش عندك فكرة طبعا طبعا يا حج وبالمناسبة دي بقى ألف ألف مبروك على الأخبار السعيدة اللي انا سمعتها ايوه والله يفرحنا اهو يا حج ألف مبروك لابنك فاتحي الله يبالك في ساعتك يا ساعت الباشا برك الله فيك الله يخليك على كل حالة ساعت الباشا انا مستني ساعتك انت والأسرة الكريمة يوم الفرح ان شاء الله ربنا بركنا بساعتك سلامة فنه هل في سلامة هل سلامة اللهم اصلى على النبي اللهم اصلى على النبي ايه الدماغ دي وديني النبي سيد المعلمين بس انا بس بلا دماغ والا بتاع انا برضو مش مرتاح بسببك يا بروعي ليه بس حج تقدر تقولي البيت دي هالف اثمانين حقيقة شغلنا انا مليش داخل بالموضوع ده حج هي يوم ما رحت للست باهيجة وانا قلتلها اتعدي على حميدة تجيبلي حاجات مهمة بيت اللازينة جات بدري وشافت الرجالة وهي بتنقل بضاعة جات بدري وشافت الرجالة وهي بتنقل بضاعة يا صلاة النبي طب خلوش عليها اعمل اي حاجة بحيث انها ما تفكرش ان دي النيلة بضاعة العشيش الحمدلله جات سليمة كده بقى محدش يقدر يبتع بقوا معاك احاج وبعدين مدير المكتب نفسه بصهم بالعشرة انه مليكش بتجابة الصامف ربنا يا اسطر بقى المصيبة في المحروس لزي ما يكون حد حيله على نفسه علينا بس الحمدلله احاج هدينا خلصناها بس ما قدريش احاج يعني ان فتح يا حاج جوز داني هدينا قلتلك ما انا خوفي ان امراتك تعرف ساعتها هتفتح ازاعة بتاعتها ومن قبل ما نبدي خلاص احاج لما حضرتك بتقولي ما تفتحش بقك يا برعي ما بفتحش بقك بس المرة دي جوز على الليوي ايه اللي على الليوي جريال هو انا شوية في المدد وانا بقولك من دلوقتي اقفل بققك خالص اقفلوا احاج بالضبة والمفتاح ومديها الطرش عالفة حمده شكريك يا رب حمده الله ربنا اكرمني وقدر تقني على الرجل الزابط والرئيسة بتوعه ان اللي قالته البيت دي كله ضديات وغل مش اكتر ايوه بس ايه اللي يخلي وردة اتهمنا اتهم زي ده؟ انا عارف انت بتفكر فيه والعلمك كل اللي بتفكر فيه صح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة